علومات عامة عن البوتوكس وإيه بيعمل إيه والفيلرز وبتعمل إيه والخيوط بتعمل إيه وبعاديها نبتدي نتكلم عن ما هو جديد في عالم البوتوكس والفيلرز وفي حاجات كتيرة جديدة وفي حاجات كتيرة بتغير شكلنا وبتغير تفاصيلنا وبوتوكس دخلت في حاجات كتيرة والفيلرز دخلت في حاجات أكتر لكن بوتوكس هو ببساطة هو المادة اللي بتفصل الكهرباء زي ما بيقولوا أو بتفصل فيش عن الجهاز مادة البوتوكس مادة بتتحط في العضلات خلي العضلات تتوقف عن العمل مؤقتا وكنك فيه يعني تلاجة بنحط الفيشة في الكهرباء لو فصلنا الفيشة من الكهرباء لا تلاجة بازت ولا الكهرباء تقطعت ولكن ما فيش التلاجة ما بسقعش دلوقتي هي نفس الفكرة العضلات بتاعت الوجه من الكرماشة ومن الشد العصب الشديد جدا بتدي تطلع عندنا خطوط اللي بالعرض الكرماشة اللي حوالين العين والمية واحداشر كل دي نتيجة شد عضل البوتوكس مادة بتفصل الفيشة بالزبط تتخلي العضلة لوحدها والاشارات اللي بتجي لها لوحدها لمدة تقريبا في حدود الست شهور هي يعني تقريبا اربعتاشر اسبوع او تلت شهور وتلت شهور تقريبا ولكن بتبتدي تتوقف المادة عن كده ولكن احنا ما نعرفش نحن إلا كل ست شهور الفترة ديت بتخلي العضلة تسترخي كده وتهدأ وبالتالي كل الكرماشة او كل التجعيد اللي موجودة في الوجه في الجبهة او حوالين العين بتختفي بشكل أساسي يبقى اذا البوتوكس مادة تستخدم لعلاج التجعيد المتحركة يعني ايه المتحركة يعني التي بتظهر أثناء الحركة لما كشر تطلع 111 لا لما بعد ما نحن بوتوكس لو كشرتي مش هتطلع الماية 11 لما باتحك حوالين هانية بيكرمش لا لما تتحكي حوالين هانيكي مش هيكرمش حيفضل مجدود نعم دي البوتوكس الفيلر هي المواد المالئة يعني ايه المواد المالئة عندنا تجعيد سبتة يعني عندي كسرة ما بين مناخيري وبقى كسرة بقت سبتة وشكلها وحش حبك عايز أضيعها دي تجعيدة سبتة ما بتأثرش ما بتزدش ما بتقلش هي موجودة على طول فنحقنها بالفيلرز أو نحقنها بالمواد المالئة عشان نفردها نملاها تاني ما يعدش عندنا في مشكلها في التجعيدة دي كمان عندي مثلا اللي احنا بسميها مجرة دمع أو التير ترافي يعني مجرة دمع مطرح ما الدموع بتنزل في كسرة شكلها وحش كده والحتة فاضية وباك الحتة دي نملاها فيلرز لما الواحد يبقى عامل ريجيم أو عامل دايت أو عامل أو خاسس أو عامل عمليات من عمليات تقسمنا يبتدي جسمه ينحف كده ان يبقى شكله مش حلو خالص دي عايزة فيلرز عايزة مواد مالئة نعيد ببقى نعمل كونتورنج للخد نعمل شفايف نعمل لها فوليوم نضيع الكسرة اللي عوالينا يعني كل ده الفيلرز هي المواد اللي بتملى اللي هم بسموها نفخة خدود ونفخة شفايف نفخة الخدود أو نفخة شفايف دا هو دا الفيلر آخر حاجة بنتكلم عليها بقى اللي هي الخيوط أو الخيوط الفرنسية أو أي كان اسمها يعني الخيوط الزهبية أو الفرنسية كلها مساميات لحاجة واحدة دي بنستخدمها لعلاج الترهل السقوط سقوط الوجه لو فيه حاجة في الوجه نازلة لو فيه الحتتين الصغيرين اللي تحتيهم لو فيه كسرتين تحت الفام اللي احنا سميهه مارينت لاينز كل دا بضيعه الخيوط الفرنسية والبلازما أو الPRP هي المادة اللي بتدي نظارة الوش الوش بإرهاق والتعب واختفاء النظارة من الوجه والنظارة دي لها تعريف يعني هو احنا بنقول الوشك دبلان بس التعريف ايه بقى وشك دبلان أو وشك شكله تعبان فيه هلات سودا فيه تجعيد رفاية تحت العين وحوالي على الخدود وحوالي المتحد هو ده ضياع النظارة اول ما بندي البلازما التجعيد الصغيرة دي بتختفي السمار اللي تحت أو السمرار اللي حوالين العين بيقل كتير كل ده بيوشك بيبقى منور بيبقى كمية الدم اللي وصله له اكتر الدورة دمية بتبقى انشط فيبقى مورد كده وكويس وده بنساعتها بنسميها النظارة يبقى احنا دي الحاجات اللي حنتكلم عليها النهاردة حنتكلم عليها بالتفصيل حنتكلم على كل حاجة منها بالتفصيل